بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشابتر السادس بعنوان properties of sections moment of inertia في جزئها الرابع عشر نشوف مع بعض إن شاء الله simple problem number 5 عشان نفهم به أفضل product of inertia بالنسبة للsimple problem number 5 هو عبارة على مثلث قائم الزاوية it is a right triangle and we would like to determine the product of inertia مطلوب مننا بنجيب the product of inertia طبعا i x y أولا with respect to the x and y axis حسب المحور هذا والمحور هذا هذا x والy وفي مرحلة ثانية we will determine about the axis which pass through the centroid اللي بنسميهم centroidal axis x dash y dash أو double dash لو أردتم solution بالنسبة للحل we will determine the product of inertia using the direct integration method with the parallel axis theorem on vertical differential area strip لح نستعمل هنا thin strip عشان نجد الحل ونعمل integration then we will apply the parallel axis theorem to evaluate the product of inertia with respect to the centroidal axis طبعا هنا مر إلى الحل determine the product of inertia using the direct integration method بالنسبة اللي رح يكون عندي فيه هنا thin strip زي ما تشوفو بالنسبة لأبعادها هي أبعادها هي dx ضرب y واللي هي بتساوي d a هنا ال y رح أجد علاقة عشان تصبح ال expression كلها فيها ال x بس لو أخذت المثلث الصغير هذا القاعدة متاعه بتساوي من هنا إلى هنا القاعدة بتساوي b minus x القاعدة على الارتفاع لهو بساوي y من هنا إلى هنا بالنسبة للمثلث الصغير بساوي قاعدة المثلث الكبير على ارتفاع المثلث الكبير تساوي b على h طبعا هذه نظرية المثلثات similar triangles والمثلثات المتشابهة لو أردتم وهنا أطبقها عشان أجد ال y فمن خلالها تقدر تجد أن ال y بساوي h ضرب 1 minus x على b أعوضها بعدين هنا فبتحصل على d a بتساوي الإكسبرشن التالية h ضرب 1 minus x على b dx بالنسبة لل x bar elementary زي ما تشوفوا هنا بتساوي نفس المسافة من هنا إلى هنا بتساوي x وبالنسبة لل y bar elementary هي المسافة من هنا إلى هنا نص strip وبالنسبة لي بتساوي y على اثنين لو عوضت ال y بالإكسبرشن التالية راح أجد النتيجة هذه Integrating d i x from x 0 to x equals b يعني أنا راح عمل الانتغريشن المتاعي ما بين السفر وال b أعوض هنا d i x ب x bar elementary ضرب y bar elementary ضرب d a وبالتالي أعوض y elementary بالعبارة متاحة وأعوض ال x elementary ب x أتحصل على الكتابة التالية وطبعا زي ما شرط الانتغريشن المتاعي طبعا هنا بس ال x هذا ليش أخط بين السفر وال b من هنا إلى هنا الآن هذه بتساوي integral zero b ال h هذه راح أخذها بر h تربيع برح أخذها بر لأنها ثابتة ضرب أيضا حتى النص تقدر تأخذه بر ضرب x ضرب 1 minus x على b تربيع dx طبعا هذه أيضا بتساوي h تربيع على اثنين أنتغريل ما بين السفر وال b وهنا x ضرب واحد ناقص اثنين ضرب واحد ضرب x على b مع x تربيع على b تربيع كل d ضرب dx بعدين هنا أقدر أوزع ال x على يعني المابين قوسين هنا الكتاب المابين قوسين أوزحها كلها فبتحصل على الكتابة التالية أيضا النص هنا وزعته وزي ما تشوفوا تحصلنا على النتيجة التالية الآن طبعا الانتيجر المتاع x إيش هو هو x تربيع على اثنين تضربها أيضا في الاثنين بتتحصل على x تربيع على أربعة هنا نفس الشي x تربيع على b الانتيجر المتاح بتساوي x كيوب على ثلاثة ضرب b وهنا نفس الشي الانتيجر المتاع x تكعيب بتساوي x أربعة على أربعة ضرب اثنين b تربيع تعطيني ثمانية b تربيع كل ما بين الصفر والb طبعا هنا لو عملت العملية الحسابية رح أجد أنه x بتساوي واحد على 24 b تربيع h تربيع أمر الآن إلى الجزء الثاني من السؤال وهنا بيطلب مني المومنت البروتكت أوف إنيرشيا بالنسبة للمحاور x double dash y double dash اللي بيعدون بالسنتر c وهذا ليش بنسميهم center axis axis طبعا هنا أي مثلث قايم الزاوية بالنسبة إلي الصنتر رح يكون موجود على ثلث الارتفاع يعني h على ثلاثة من هنا وعلى ثلث القاعدة متاعه أو عرضه بتساوي b على ثلاثة فهذا ليش بنكتب x bar بتساوي ثلث b وهنا y bar بتساوي ثلث h خلي بالك بتاخذ الثلث دائما من ناحية الزاوية القائمة اللي هي الزاوية هذه with the results from part a اللي احنا حسبنا فيها كم تساوي i x y نكتب using the parallel access theorem بالنسبة لproduct of inertia اللي احنا تعرضنا لها قبل أستعمل القاعدة التالية فمن خلالها أجيب i bar x double dash y double dash اللي هي بتساوي بتساوي i x y product of inertia between x and y minus x bar y bar a طبعا هنا x i x y احنا حسبناها من قبل بتساوي 1 على 24 b h تربيع وبالنسبة x bar بتساوي ثلث b وبالنسبة y bar بتساوي ثلث h وضار بالآريا المثلث اللي هي بتساوي القاعدة في الارتفاع على 2 لو عملتنا العملية الحسابية كلها رح أجد أنه product of inertia بالنسبة إلي بالنسبة لل x و y dash المحاور اللي هي الصنترويد بتعدي بالصنترويد c بتساوي minus 1 على 72 b تربيع h تربيع شكرا على الانتباه موسيقى موسيقى موسيقى